مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان هل يعقل أن يستريح الله ويسأل آدم عن مكانه أين أنت يعني ويتأسف ويندم هذه الأسئلة مع أنها يعني ردينا عليها مرات ومرات ومرات لكن يبدو على أنه إخواتنا نقاد الكتاب المؤدس ما زالوا يرددون هذه الأسئلة وما زالوا يطرحونها أنا مش عارف هل لأنهم مش مقتنعين بالإجابة ولا لأنهم مش قابلين الإجابات وهم عايزين يستمروا في هذا الخط على طول لكن من منطلق إيماننا بأهمية الرد على الأسئلة وتوفير الأسئلة لكل إخواتنا المشاهدين ولا أي شخص أيضا بيبحث عن إجابة لهذه الأسئلة على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي نحتاج أن نحن نوضح الإجابة مرة تانية على هذه الأسئلة ونقدمها بوضوح لأنه التكرار بيعلم الشطار هل يعقل أن يستريح الله ويسأل ويتأسف ويندم طبعا هبدأ بالقضية الأولى وهي السؤال الأول هل الله يستريح أو يحتاج إلى رحم هذا السؤال مبني على أكثر من نص في الكتال المؤدس نصوص تعلقت بالخليئة وأحداث الله التي صنعها في الخليئة والخليئة التي أوجدها الرب ونقرأ عن هذه النصوص في سفر التكوين بكل وضوح وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل فاستراح وكمان جات في سفر الخروج لما الرب كان بيتكلم عن الوصايا العشر ووصية تقديس يوم السابع فقال لشعب اليهود لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها والصراحة في اليوم السابع هذا النص بيمثل معضلة عند الإخوة المسلمين أو الإخوة الذين ينتقدون الكتابة المعدس فهنشوف فيديو بيعبر عن هذا الأمر ونرجع نعلق على هذه الأضية ناخد الفيديو الأولاني اختلف فيه اختلاف كبير جدا علماء النصارى وهو نص أن الرب استراح في كتاب النصارى طبعا هذا النص ذكر مرة في سفر الخروج ومر في سفر التكوين والنص يقول أن الرب استراح بعدما انتهى من خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع طيب فزي ما قال أن هذا النص بيمثل معضلة عند المفسرين المسيحيين أنا ما عرفش أيه المعضلة دي لكن أنتكلم عنها النهاردة بكل وضوح وفي نفس الوقت أخونا غالبا لم يقرأ كتابا واحدا عن علم التفسير ومبادئ تفسير الكتاب المعدس فعلى طول وصل إلى ملخص كده أن المسيحيين ما عندهمش أي مبادئ للتفسير وكل واحد بيفسر على مزاجه وبيفسروا هذا النص على هواياتهم الشخصية طيب نشوف الفيديو الثاني ونرجع نعلق على كلامه فرجعت إلى هذه التفسير وهكذا فكل واحد يفسر على مزاجه ولا يوجد أي مفسر يعني عنده قواعد أو معايير للتفسير هذه مشكلة تفسير النصارى ما هي معايير التفسير عندكم يعني نحن في الإسلام لا يوجد تفسير بالمزاج عندنا معايير النصارى لا يوجد عندهم معيار واحد في التفسير أبدا كل واحد يغني نكمل فيديو كل واحد يفسر على مزاجه كل واحد بيفسر على مزاجه كل واحد في وادي هل الكلام ده صحيح؟ أعتقد حضرتك لم تقرأ كتابا واحدا عن مبادئ تفسير الكتاب معدس وياريتك لو حتى ما عندكش يعني إمكانية إنك تحصل على كتب وتقرأ كتب اكتب على النيت النهاردة صفحة الإنترنت كبيرة اكتب مبادئ تفسير الكتاب معدس يعني اكتبها بالعرب اكتبها بالانجليزي وطلع لك كتير على الأقل هتعرف بعض إنه ما فيش حاجة اسمها اعتباطا كده أي واحد بيجي بيفسر النص الكتابي تفسيرا على مزاجه لكن هناك مبادئ هناك معايير معينة لتفسير الكتاب معدس ده علم اسمه The Principle of Bible Interpretations مبادئ تفسير الكتاب المعدس وبيدرس في كليات اللهوت وأي شخص المفروض إنه خادم يعرف عن مبادئ تفسير الكتاب معدس وأنا عملت في مدرس الحياة الكتابية عملت 13 حلقة عن مبادئ تفسير الكتاب المعدس تقدر ترجع لمدرسة الحياة الكتابية وتعمل سرش على مبادئ تفسير الكتاب المعدس وهتطلع لك الحلقات كلها لكن يبدو أن حضرتك يعني بتتكلم من فراغ دون علم ودون دراية طيب النص دوان ورد زي ما عارفين ورد في سفر التكوين ورد أيضا في سفر الخروج والنص دوان على طول التصور السريع التصور السريع الغير دارس لكلمة الله وأنا لما أكلم عن غير دارس يعني شخص لم يقرأ الكتاب معدس يتصور على طول السائل أن قول الكتاب معدس واستراح الله يعني أن الله تعب والشخص الذي يستريح هو الشخص الذي تعب واستنفذ قوة فالله في الكتاب معدس لما نقرأ عنه كده أنه خلق في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وصل ليوم السادس تعب وعلشان هو تعب استراح ده على طول الإخوة المسلمين اللي بيفهموه من الإراية لهذا النص دون أن يدرس عن شخصية الله في الكتاب معدس دون أن يعرف ماذا يقول الكتاب المؤدس عن الله وعن قدرته وعن أنه لا يتعب هو مجرد أرى الآية دي أفلت في دماغه قال لك المعنى بتاعها يبقى بالشكل دوا إفترض على طول أنه مدام استراح جاءت كلمة استراح يبقى تعب فالإنسان الذي يستريح هو الإنسان المتعب كويس الله يستريح إيه الكلام ده أعوذ بالله هذا كفر على طول دون فهم ودون دراسة ودون بحث ودون أنه يعطي لنفسه فرصة أنه يعرف كتاب مؤدس بيقوله عن الله على طول وصل إلى الكونكلوجين أو الاستنتاج بتاعه كويس هذا التصور زي ما بقول ناتج عن شخص لا يعرف شيئا عن الكتاب مؤدس ولا يعرف شيئا عن ماذا يقول الكتاب مؤدس عن الله مجرد اتهامات هو يريد أن يطعن في الكتاب مؤدس يعني يلقى في كلمة استراح الله الملاز بتاعه كويس تعالي نشوف بقى قبل ما تكلم عن استراح الله نريد أن أدي لك فكرة بسيطة عن ماذا يقول الكتاب مؤدس عن الله علشان تعرف أدي الكتاب مؤدس لما يتكلم عن شخص الله والله لما بيعلن عن نفسه في الكتاب مؤدس بيعلن عن نفسه بأي طريقة من هو الله اللي احنا نعرفه من هو هذا الاله يهو الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المؤدس شوف هل عندك كتاب مؤدس تم تقرأ فيه بسفر إشعياء وأصحاح أربعين وعدد ثمانية وعشرين يقوليه أما عرفت أم لم تسمع إله الظهر الرب وخالق أطراف الأرض إيه لا يكل لا يكل ولا يعيه يعني العبارة دي لا يكل ولا يعيه بيتكلم عن إيه يتكلم عن أنه ما يتعبش أما لازاي هو فيهم أنه يستريح معناها أنه تعب هو فيهم كده لكنه ما أراش الكتاب ما فصرش الكتاب المؤدس في ضوء الكتاب المؤدس ولا يعرف حاجة عن أشياء يعني لا يكل ولا يعيه ليس عن فهمه فحص وبعدين يقول الرب لإبراهيم أنا الله القدير يعني إيه القدير إيه الشداء كلي القدرة الله لا يعيه ولا يتعب وهو كلي القدرة إيه الشداء يعني مزيين إحنا قدرتنا محدودة الواحد ممكن يجري ميل وبعد كده يلاقي نفسه بيتعب ويمكن بعد لما الواحد بيصاب بكورونا دلوقتي ممكن يجري الوربع ميل بس ويحس أنه تعبان قدرتنا محدودة أما قدرة الله فليست محدودة الله لا يتعب بالمعنى الذي نحن نفهمه ولا يستريح بالمعنى الذي أنت تفهمه شوف كمان عظيم هو ربنا وعظيم القوة وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء يبقى هو الإله القدير وهو عظيم القوة هذا هو الإله الذي يعلن عن نفسه فيه الكتاب المؤدس طب يعني يعني كلمة استراح ما هو يعني أنا لما أرى العبارة دي على طول أفهم أنه استراح مرتبطة بالتعب خلينا نشوف الفيديو التالت ونشوف بيقول لنا إيه عن معنى استراح إذن الكتاب المقدس استخدم مصطلح الراحة للمتعب فقط المتعب أو الذي يتعب هو الذي يستريح فإذن معنى الراحة تأتي انتهاء من عمل بعد أن تعب طيب معنى الراحة انتهاء من عمل بعد أن تعب ده المفهوم بتاعه ولو خد المفهوم ده ورح مطبقه على كلمة الله واستراح الله يبقى الله استراح بعد أن تعب يبقى أنتو يا مسيحيين بتوصفوا الله بأوصاف لا تليق به بتقولوا عنه أنه هو تعب هو ما بحث لا دور في اللغة ولا دور في القواميس ولا رجع إلى المعاجم اللغوية ولا أي حاجة وعلى فكرة ده نموذج يعني يعني مش المقصود بي الرد على هذا الداعية لكن أنا بس جبت نموذج طريقة التفكير اللي بيفكر بيها الكثيرين بل الأغلبية من الإخوة المسلمين في تعاملهم مع النص الكتابي بيس كلمة العبريل المستخدمة هنا كلمة شابت أو اللي جاي منها سبت لو رجعت إلى أي معاجم اللغوية والقواميس اللغوية هي تعني التوقف عن العمل هي مش مرتبطة بالتعب ولا هاش علاقة بالتعب ما أنت ممكن تتوقف عن العمل لأنك أنجزت العمل يعني لأن العمل قد أكمل كويس فأول معنى لها التوقف عن العمل أن تتوقف عن العمل المعنى الثاني أنك تكف عن القيام بعمل ما كنت بتقوم بعمل ما كويس وتوقفت عن القيام بهذا العمل وممكن أيضا تعني يضع نهاية أو حد لأمر ما أمر ما كنت بتعمله وضعت لها حد وانتهى الموضوع وتعني أيضا يوم راحة يوم شبيت اللي هو يوم السبت يوم راحة هو اليهودي ممكن يشتغل يوم السبت ممكن هل عنده طاقة أنه يعمل يوم السبت عنده طاقة لكن ربنا قال له توقف عن العمل في اليوم ده دي المعاني كويس فهي تعني التوقف تعني أن أنت صنعت أمرا ما وأنهيت هذا الأمر ده معنى كبير من معنى كلمة الراحة أو شبيت أو استراحة لكن حضر لكن لا بيرجع لمعاجم ولا بيرجع للقواميس هو يعمل بس فيديو عشان يطعن فيه في الإيمان المسيحي وانتهى الموضوع هو كل كل همه كده طيب كما الكلمة دي كمان ترجمت في كثير من الآيات بمعنى يبطل يوقف شيء أو يكف يكف عن فعل الأمر وهي سوردت في آيات كثيرة في الكتاب المقدس الكلمة دي أيضا كلمة شابت وصفت فترة السلام في الأرض بعد الحرب يعني مثلا يقول واستراحت الأرض هي الأرض يعني اللي حصلها عشان تستريح هو بيقول إنه وقت خلص وجات فترة أخرى فييجي مثلا هنا يقول لنا إيه وذل مديان أمام بني إسرائيل ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم واستراحت الأرض أربعين سنة في أيام جدعون هي الأرض ممكن تستريح تعبير يقول إنه في فترة جديدة عاشها بني إسرائيل تختلف عن الفترة اللي قبل كده قبل كده كانت حروب لكن دي كانت فترة سلام فاستراحت الأرض ما أنت ممكن تعيش مئات سنين تحروب ما بين الشعوب وما تنتهيش لكن ممكن أقول إنه استراح زي السراع النهاردة السراع اللي شغال الإسرائيلي الفلسطيني هذا السراع من 48 شغال كويس وكلنا بنقول إمتى تستريح الأرض إمتى يستريح الشرق الأوسط إمتى إمتى الفلسطينيين التعبنين الشأيانين يرتاحوا إمتى إمتى يختبر الراحة إمتى يعيشوا في سلام بنقول الكلام ده فبستخدم كلمة لتستريح الأرض بتعبير مجازي وكمان يقول لنا وبني أسى وبن أسى مدنا حصينة في يهوزة لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه الأرض استراحت والرب أراحه فاستخدمت مش على الله استخدمت أيضا الوصف فترة السلام على الأرض عش كده يقول العالم سرنا نحوم أو نحوم سرنا في تفسيره لسفر التكوين أن كلمة شابت تعني التوقف عن العمل وهنا التوقف عن عمل الخلق لأنه قد اكتمل وراء الله ما صنع وإذ هو حسن جدا ربنا أكمل العمل بتاعه أكمله زي ما تكون أنت بتبني عمارة كبيرة وبتشتغل في هذه العمارة وبعدين بعد لما تخلصها تتوقف تتوقف أنهيت العمل في مشاريع أخرى تبدأها لكن أنهيت العمل أنهيت المهمة توقفت عن العمل الذي قد أكملته ده ده ببساطة معنى كلمة الراحة استراح الله فنحن لا نقول أن الله تعب ولا يمكننا أن نصف الله بأنه تعب واستنفذ قوة هو بقى لآية آية أخرى للمسيحيين مش هعرفوا يجابوا عليها فخلينا نشوف الفيديو الرابع ونرد على هذا الفيديو سفر الخروج يناقل ويصعق كل علماء النصارى بيناقل ويصعق وبين وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراحة وماذا وتنفس يس استراحة استراحة وتنفس تنفس هذه لا تأتي إلا بعد التعب تنفس هذه لا تأتي إلا بعد إيه بعد التعب كمل تنفس لذلك كان من تنفس هنا تصعق كل النصارى تراحة وتنفس عافين أنتم حين يأتي الشخص يركض بقوة ويقول الحمد لله الواحد كان شخص يركض بسرعة وبعدين يصل ها الحمد لله استراحة وتنفس على فكرة التعبير دو أننا نستخدمه كتير جدا ما يكون عندك مسئولية كبيرة وبتقوم بيها على أكمل واجه تقول ليه واحد استراح أتمامت العمل الواحد ياخد نفسه ومش معناها إنه هو تعب بس أنا أنهيت بستمتع باللي أنا عملته بستمتع باللي أنا عملته بستمتع باللي أنا أنجزته ليس معناها واحد استنفس قواه واستهلكت قواه كلها وما بقاش عنده أي قوة وقاعد يلهث ونبضات قلبه سريعة ونفسه يعني مش قادر ياخده وكأن الأكسجين قليل عنده لكن هو قصد يقول إنه الواحد تقدر إنك تستمتع تستمتع تقدر إن أنت تقول أنهيت العمل قد أكملت عشكد ربنا لما نظر إلى الخليقة في اليوم السادس بعدما خلق الإنسان قال وراء الله إذ ما صنع وإذ هو حسن جدا حسن جدا وإنت لما تقوم بعمل وتكون حاسس بالمسؤولية بتاعتك تجاه هذا العمل تقول أنا أتممته الواحد ياخد نفسه شيخ نفسه أنه هو كان بيلهس لا بس لأنه هو ينبسط ويفرح بالذي أنجزه اقرأ الكتال المؤدس اعرف ماذا يقول الكتال المؤدس عن الله ويعرف ماذا يعلن الله عن نفسه في الكتال المؤدس طيب ناخد مداخلة الأخ نظير من العراء أهلا 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 سهلا بك مع أخ عزمان ممكن أحتي أه طبعا تفضل لا ممكن تفضل سامعك أنت على الهواء دلوقتي نعم شكرا جزيلا ألو سامعك تفضل ألو أيوة ألو سيد عزي أيوة أنا سامع حضرتك تفضل مو مو أنا سامع حضرتك تفضل طيب عاود الاتصال بنا ونرحب بمدخلة حضرتك طيب طيب ندخل إلى النقطة التانية استراح خلصت كويس وعايزين بقى احنا نستريح من الأسئلة دي خلاص جاوبنا عليها وبنجاوب عليها وناخد نفسنا زي ما يقول الأخ طيب نرجع للنقطة التانية أو السؤال التاني فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت سفر تكوين ثلاثة وعدد تسعة والسؤال بقى هنا هل يعقل أن الله لا يعرف مكان آدم وبيسأل آدم بيقول له هو أنت وانا جبت الصورة دي لأنها بتفكرنا بأيام الطفولة الصورة دي بتفكرنا بإيه بأيام الطفولة اللعبة اللي كانت مفضلة اللي هي اللعبة الاستغمية والعايشين في الغرب بيسموها هايدان سيك اللعبة الاستغمية إن واحد بيغمي عينه وإحنا نستخبى كلنا كل واحد في حتة وهو يحاول يحاول إنه يجد أماكنة ولو أباء وأمهات بتلعبوا مع أولادكم أكيد لعبتم في يوم من الأيام مع أولادكم الصغيرين لعبة الاستغمية مش عيب على فكرة إنك تلعب مع أولادك دي حاجة جميلة فهلا الله هنا زي لعبة الاستغمية الشخص اللي مش عارف البقين فين فبيعضي يدور عليهم ولو ما لقهمش يقعد يقولهم هو أنتو فين أنا مش شايفكم عيب هجاو على السؤال ده بس خليني أخد مداخلة الأخت في ريال من إنجلترا من لندن ألو أخ أشفف ألو مساء الخير مساء الخير سلام نعمة المسيح سلام ونعمة أختفرين كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب أخ أشفف يعني إحنا في آخر الأيام الحقيقة والرب يسوع المسيح مجيء قريب وهم ليسا بعد جايين يدورولي على الأشياء اللي شوفوها كفر أو ينقدون الكتاب المقدس بدل ما يروحون يفكرون بأبدية مخلاصة وين رح يخذون الأبدية بعد بعد ما يموتون يعني إنت حضرتك رديت على الرب يباركك على السؤال إنه الله استراح وهو ده أقرأ من مزمور مية واحد وعشرين عدد ثلاثة يقول الوحي الإلهي لا ينعس حافظك إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل يعني الرب لا ينعس ولا ينام وشوف كلمة استراح الداعية أبو الأريف لقطة وهذا كفر يا أخي إنت روح دور على الكفر وازدراع قداسة الله في كتابك اللي إنت وصفت الله مظل ومخادع وماكر وخير الماكرين متكبر يأمر بالفسق ويشجع على الصغائر والبائر كل هذه تركتها ما شفت غشاوة على عينك في كتابك وجايت قلني استراحة الله هذا كفر يا ريت لو تعرفون معنى الكفر الرب يرحمكم وشيل هاي الغشاوة من على عيونكم ويشرق بنوره في قلوبكم قبل فوات الأوان وإحنا نصلي من أجلك شكرا أخ شكرا لك ربنا يباركك فالسؤال بقى هو أين الله أين أنت يا آدم ربنا بيقول لآدم أين أنت فعملوها مشكلة كيف شوفوا الله في الكتاب المؤدس بيوصفوه ازاي شوفوا الله بيوصفوه ازاي وهو ما يعرفش يعني ما يعرفش أنه 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 هذه الصورة التي يقدمها الكتاب المؤدس بالأخص كلام الله مع آدم أنه هنا بيقدم الله كالقاضي القاضي الذي يعرف كل تفاصيل القضية لكنه يريد أن يستجوب المخطئ قبل أن يصدر حكمه فعش كده ربنا بيستجوب آدم والسؤال الأولاني اللي ربنا سألوا لآدم هو أنت فين ليه لأنه مش طبيع أنه آدم يستخب مش طبيع أنه آدم يهرب الله عارف زي زي ما كلنا كأباء وأمهات كويس نبقى عارف ابنك أو طفلك فتح التلاجة وخد منها قطعة الشوكولاتة وبياكلها والشوكولاتة كلها بينا على وجهه وفي إيده وبعدين تقول له وأنت أكلت الشوكولاتة اللي أنا قلت ما تأكلهاش طيما أنا عارف بس أنا عايز هو يشعر أنه بالخطأ اللي عمله ده الإسلوب ده الإسلوب ده الإسلوب ده الإسلوب اللي ربنا اتبعه مع آدم مش لأنه ربنا ما يعرفش مكان آدم يعني مفهوم الاختباء من الله هو مفهوم غريب وفريد فالله في الكتاب المؤدس لا يمكن أبدا لأي شخص أو أي شي أن يختفي منه فالكل عريان ومكشوف أمامه اقرأ الكتاب المؤدس هو يعرف ليوجد شي عيناه تخترقان أسطار الزلام يعرف ما في القلوب فهو حصل لكل يعرف أفكارنا عشان كده حتى أنا جبت هجيب شاهد واحد مع أنه هناك عشرات الشواهد اللي بتتكلم عن أنه لا يوجد شي مخفى عن الله هو يعلم كل شي لكن أنا جبت شاهد واحد بس عشان وقتنا وهو مزمور 139 كويس مزمور 139 بيكلم بمجمله عن هذه القضية يقول كده لأن ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها يعني الكلمة اللي في لساني أنت عرفتها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت لا أستطيعها أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى سماوات فأنت هناك وإن فرجت في الهوية فأنت إن أخست جناحي الصبح وسكنت في أقاس البحر يعني أروح فين منك يقول كده كمان المزمور يكمل إن أخست جناحي الصبح وسكنت في أقاس البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك فقلت إنما الظلم تخشاني فالليل يضيء حولي الظلم أيضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء دايما نحب ندور عليها في النهار ندور عليها في النور لكن الله كل شيء عريان ومكشوف أمامه كالظلم هكذا نور لم تخف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض رأت عيناك أعضائي وفي صفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها يعني ربنا عارف كل حاجة عارف حتى عظامي قبل ما تتكون عارف أيضا كل كياني يعرف ما أفكر فيه يعرف ما أتكلم عنه يعرف ما في قلبي وتيجي تقول لي لما ربنا بيقول لأدم أين أنت يبقى هو مش عارف مش عارف ربنا فين يعني طيب خلونا ناخد مدخلة الأخ زكريا من مغرب سلام ونعم سلام ونعم أخبر زكريا أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أتمنى لك أي قيام ما زيت كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وانت بكل خير أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يعني مات على الصليب الخطيان وقام في اليوم الثالث آمين ودي حقيقة يعني ودي ينكر المسلمين والأسف للتربية إسلامية حيث كانوا يضحقون علينا في المدارس يعني كانوا يعلمون التربية الإسلامية وقبلوا لأننا ما صلبوهم ولكن شبالهم يعني يهود أسخار يعني كانوا يكذبون علينا إيه رأي حضرتك إيه رأي حضرتك أخوان زكريا في يعني اعتردهم الغير صحيح على عبارة والصراحة الله هو الضعف الكتاب مقدس في حروج يعني حسب الأصحاح الأول يعني 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 الله كله ما عمله إذا هو حسن جدا وكان ما سأوه كان صباح ويوم سادس سأوه كمال يعني أكسبت كل شي يعني وفي اليوم السابع يعني السراح يعني الضعف يعني الله السراح في اليوم السابع شكرا لك زكري والكتاب مقدس يؤكد ذلك يعني حتى في أصحى الظروف يعني أصحح خروض يعني أصحح خروض سفر أصحح 20 آية أحداث أيوه أنه صنع الرب والسماء والأرض والبحر وكل ما فيه والسراح في اليوم السابع يعني في اللغة العبرية هي استراح وأكمل الأمر وليس توقف عن العمل يعني بالزبت شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك بس وقت البرنامج عايز كمان أكمل الجزء الأخير من هذه الأسئلة طيب نكمل مع بعض الجزء الأخير بقى وهو ردينا برضو عليه قبل كده بس زي ما قلت ما فيش مشكلة أنقوله مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر ما عندناش نحنا نفسنا طويل على فكرة كويس هل يندم الله أو يغير فكره هل الله يندم ويغير فكره هل يوجد إله بهذا الشكل أنه يصنع أمر ما وبعدين هذا الأمر يكتشف أنه هو يعني غلط فيروح مغير فكره ويغير رأيه ويندم على ما فعل يعني نحنا كأشخاص محدودين في معرفتنا محدودين في قدراتنا بنفعل أشياء كتير وأنه ياريتنا ما كنا عملناها كويس هل الله بهذا الشكل نشوف الدكتور عدنان بيقول إيه عن الله بهذه الصورة ونرجع نكمل موضوعنا هذا الإله الذي يندم ويتعجل ويستفزه الغضب فيستحمق ويفعل ما يظل بعد ذلك يبكي وينوح على نفسه من أجل فعله كيف رب العالمين هذا ليس خطأ الدين من حيثه هذا خطأ الذين أيها الإخوة ادعوا الكلام باسم الله وباسم الكتاب المقدس كويس هو قال مش ممكن الله يكون بهذا الشكل هذا ليس خطأ الدين يعني إنما اللي قدم الصورة دي عن الله هم الكتاب والكتاب المقدس يعني هو رمى الخطأ كله دون أن يفهم يعني إيه ندم وإيه هو الموقف وإيه هي القرينة والكتاب المقدس بتكلم عن إيه لكن على طول وصل إلى الكونكلوجين إنه دون مش خطأ في الدين لكنه خطأ في رجال الدين وتصورهم عن الله وبالأخص الذين كتبوا الكتاب المقدس طيب نيجي إلى الجزء ده فيه عندنا أكتر من شاهد بيتكلم فيه الكتاب المقدس عن إن الله تأسف وإن الله ندم يقول الكتاب في تكوين ستة في تكوين ستة وعدد خمسة وستة ورأى الرب أن شر الإنسان كانت كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه كويس شهاد التاني خروج أيضا 32 وعدد 11 إلى 14 فتضرع موسى أمام الرب لما الشعب أخطأ وعبد العجل صنع العجل الذهبي وعبد العجل ربنا أراد أن يبيد الشعب فموسى تضرع أمام الرب يقول الرب يقول الكتاب فندم الرب على الشر الذي قال أن يفعله بشعب ويعني ربنا كان مقرر حاجة غلط وبعدين ندم على القرار هذا ورجع فيه طيب كمان نقرأ في سفر يونان وفي أصحاح ثلاثة وفي الأعداد من خمسة إلى الآية عشرة فآمن أهل ننوى بالله لما ننوى راحوا بشر أهل ننوى فآمن أهل ننوى بالله ونادوا بصوم ولابسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغريهم وبلغ الأمر ملك ننوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طرقهم الرضية ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعوا يعني هو كان مقرر حاجة كويس والقرار دوا غيروا ندم أنه كان هابدهم لم هما رجعوا عن شرورهم طيب كمان في سمويل الأول في كلام الله عن شاو الملك وكان كلام الرب إلى سمويل قال ندمت على أني قد جعلت شاو الملك لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامه أربع شواهد يذكروا لنا فكرة وندم الله وتأسف الله كويس أجي هنا لي سؤال مهم هل الله ممكن زي نحن يتغير وهو مش كامل ولا كامل في صفاته وبالتالي مع الوقت ومع الزمان بيتعلم من خبراته وممكن يتأسف ويندم على أشياء كان هيعملها ويرجع عنها هل الله يتغير الحقيقة اللي بيقولها الكتاب المعدس أن الله لا يتغير في ذاته وكماله وصفاته في طبيعته وفي جوهره الله لا يتغير فالله لا ليس صغير يكبر وليس جاهل يعني يتعلم وليس شخص عنده ما عندهش خبرات فيتعلم مع الخبرة الله لا يتغير في ذاته وفي كماله وفي صفاته وفي طبيعته لا يتغير هو قال كده مش أنا اللي بقول كده ده الله قال عن نفسه كده من قدم أسست الأرض وسموات هي عمل يديك هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلك رداء تغيرهن فتتغير الله لا يتغير السماء السماء والأرض يتغير تتغيران لكن الله لا يتغير لا في طبيعته يتغير ولا في صفاته وكماله يتغير يقول الرب كده في ملاخي تلاتة لأني أنا الرب لا أتغير لا يتغير لا يتبدل ما كانتش عنده صفة وبقت عنده صفة لا يتغير كويس في طبيعته لا يتغير لأني أنا الرب لا أتغير من اللي بيقول الكلام ده الرب نفسه بيعلن عن نفسه كده وفي الكتاب المؤدس الرب بيعلن عن نفسه هذه الحقيقة لا أتغير يعني كده يقول في عدد في سفر العدد تلاتة وعشرين وعادة تسعة تشر ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي طبعا من المضحك كلمنا عن الموضوع ده مرات من المضحك إنه الإخوة المسلمين بيستخدموا الآية دي علشان ينكر التجسد أن الله ليس إنسانا أنا مش بيكلم عن كده خالص هو بيقول إنه الله مزينا إحنا كبشر خطاه أثمة ساقطين في عالم ساقط ممكن نغير كلامنا ممكن نجذب ممكن نخطئ ممكن نندم نقول حاجة ونندم عليه كلنا مش واحد بس فينا كلنا قادت كتير نقول ياريتني كنت حطيت إيدي على بق قبل ما أتكلم نقل إنك ندمت على كلمة قلتها أو عبارة قلتها ياريتني ما كنت رحت المكان الفلان ياريتني ما كنت عملت العمل الفلان ياريتني ما كنت خدت الوظيفة دي كنت خدت الوظيفة الأخرى صح؟ كلنا ممكن لكن الله ليس كده ليه لأنه الله كامل فيه معرفته كامل في معرفته وكامل في حكمته وكل قراراته مؤسسة على كمال الحكمة وكمال المعرفة وكمال القدرة فهو ليس زينا البشر مش كده يقول يعقوب كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دورانه لا يتغير ولا بيتحول يقول لك شخص ده يتحول 180 درجة ده مش كده ربنا بيقول عن نفسه أيضا في أشعياء 46 اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي مخبر منذ البدء بالأخير يعني هو من قديم الزمان يعلم ماذا سيحدث في المستقبل منذ البدء مخبر ومنذ القديم بما لم يفعل يعني يعني في أشياء لم تحدث الله تكلم عنها لو خدنا العهد القديم وشوفنا كلام الله عن أحداث ونبوات كثيرة جدا وشوفنا كلام الكتاب مؤدس عن الرب يسوع وعن ألامه وعن صلبه وعن قيامته آلاف السنين قبل مجيء المسيح ومنذ القديم بما لم يفعل رأيي يقوم وأفعل مصرتي يعني لا يتغير في قراراته مقاصده قد تكلمت فأجريه قضيت فأفعله أمام الزيينة يغلط ويندم على خطأ يبقى الله لا يتغير في مقاصده ولا في طبيعته ولا في صفاته ولا في كماله هو كامل هو صفاته كاملة طبيعته لا تتغير أيضا مقاصده ووعوده ما بيغيروش واللي وعد به واللي قاله من ألاف السنين بيحققه ودي الثقة التي لنا فالله لأنه لو الله بيتغير يبقى احنا ما عندناه ثقة فالله يبقى احنا ما عندناش يعني ما نقدرش نتاكل عليه ما نقدرش نتاكل على كلامه ما نقدرش ان احنا نضع ثقتنا الكاملة فيه لأنه يقولك يا عمي ده بيغير كلامه ده بيقوله ما بيعملش ده ممكن يقولك حاجة ويعمل حاجة عكسه لكن إلهنا غير كده قد تكلمت فأجريه قضيت فأفعله وعش كده احنا بنطمئن في اتكلنا على ربنا وبنطمئن في ثقتنا في شخص الله فهو ليس امكر الماكرين ولا هو مضل يضل كثيرين ولا هو مزل لكن هو محب ورحيم واب وعطوف وحنان وطويل الروح وكثير الرحمة ولا ينتهي فرصة اللي كي ينتقم كويس طيب إذن ماذا نعني بالقول أن الله لا يتغير لما نقول أن ربنا ما بتغيرش بنقصد بها إيه بنقصد بها أنه ليس معناها أن الله جامد وساكن يعني لما أقول أنه أنه ربنا ما بتغيرش ليس معناه أنه بتعامل مع سوري حجر لا يتفاعل مع الإنسان وجامد شخص جامد ساكن ليس معناه هذا أبدا الله لا يتغير معناها بحسب الإيمان المسيحي الآتي إن الله في ذاته ككائن وفي كماله وصفاته ومقاصده ووعوده ومبادئه الأخلاقية لا يتغير أبدا أقولها ثاني ولو شايفينها على الشاشة ممكن تقولها معايا إن الله في ذاته ككائن وفي كماله وصفاته ومقاصده ووعوده ومبادئه الأخلاقية لا يتغير أبدا يعني هو أمين هيظل أمين هو محب هيظل محب هو كائن كامل وصفاته كاملة وله مقاصد وخطة هيتممها كما هي فهو لا يتغير دي زي ما قلت ده حجر الأساس لاتكلنا وثقتنا وسلامنا في علاقتنا مع ربنا ولما يقول أن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ده بالحق أنه لما بقبل رب يسوع بصير ابن لله ومن له الابن له الحياة ده بالزبط اللي بيحصل أنه جي اللي كي يكون لنا حياة وحياة أفضل ده بالزبط اللي حصل لما قال اليوم تكون مع في الفردوز ده بالزبط للحصل غير نظرة الآخرين عن الله أنه أنت مش عارف أنه ممكن تكون رجلك في الجنة لكنه ممكن ربنا يغير رأيه في آخر اللحظة لكن الله في وعوده ومقاصده وصفاته وأيضا مبادئه الأخلاقية لا يتغير أبدا دي أول حقيقة دي أول حقيقة مهمة جدا عن شخص الرب طيب إذن ما معنى أن الله يندم أو يتأسف للكتاب بيقول أن الله يندم أو أن الله يتأسف إيه معناها إذا ما كانش معناها أن الله بيتغير وإذا ما كانش معناها أن الله عمل حاجة غلط فأدرك الغلط اللي عمله فبيندم عن هذا الغلط ماذا تعني عبارة ندم الله وتأسف طيب تعبير أو تعبر عبارة ندم الله عن عدم ارتياحه ربنا 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 يستخدم تعبيرات بشرية يفهمنا بيها عن شخصه فيقول كده أنه ندم تعبير عن عدم ارتياحه وحزنه وهذا التعبير يعبر عن مشاعر عدم الرضا يعني ما يقول أنه ربنا ندم أنه اختار شاوري ندم عنده مشاعر عدم رضا من تجاه شاوري عدم ارتياح تجاه القرارات اللي أخذها شاوري الملكة هذا المفهوم تؤكد اللغة احنا مش بس بنبني تفسيرنا على يعني ميولنا شخصية لا 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 هذا التفسير تؤكد اللغة العبرية فالكلمة نخم أو نحم بالعبري كويس تعني أخذ نفسا عميقا عارفت لما لما حاجة تحصل تتعبك نفسيا ما تبقاش هي يعني اللي انت تتمنىها لغيرك تاخد نفس تتأسف في قلبك تتأسف في قلبك ربنا خلق الانسان وخلقه على صورته وعطى كل ما يحتاجه الانسان ليعيش مع الله في البر والطقوة لكن شر الانسان كانت كثرة وصارت أفكار قلبه شغيرة كل يوم فربنا عملي تأسف في قلبه أحزنه هذا الأمر مش ده الغرض اللي أنا خلقتك من أجله مش ده الحياة اللي أنا خلقتك علشان تعيشها فتأسف الله في قلبه أخذ نفسا عميقا حقيقة مهمة مع كون الله لا يتغير في طبيعته إلا أنه في اسلوب تعامله مع الانسان متغير بمعنى الله صالح في مقصده في صفاته في طبيعته في وعوده لا يتغير لكن زي ما قلت ليس معناه أنه جامد هو يتفاعل مع الإنسان فهو لا يتغير في طبيعته لكن تعامله اسلوب تعامله مع الإنسان في نوع من التغير مثلا الإنسان أو الجماعة التي تخطئ تقع تحت دينونة الله أجرة القطية موت صح؟ الإنسان اللي بيخطئ بيقع تحت الدينونة الإلهية ويكون مستحق لهذه الدينونة الإلهية العادلة لكن الله يمكن أن يغير هذا الوضع اللي هو الدينونة عندما يتغير توجه الإنسان نحو الله معترفا بخطيته وطالبا الغفران يعني المثال للدرب الرب يسوع كويس اللي هو بتاع العشار والفريسي العشار دا معروف إنه خاطي بيتعامل مع الرومان يعني كل همه هو الفلوس بياخد ضراب كثيرة من الناس ظالم للناس مكروه من الكل هو شخص بكل المقيس خاطئ لو استمر هذا العشار في خطيته ومات في خطيته هلك هلك لأنه لم يتب عن خطيات لكن المثال اللي درب الرب يسوع أن هذا العشار عندما صعد ليصلي لم يشأ أن يرفع عينيه نحو سماء بل قرع على قلبه أو على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ عندما قال هذا العشار هذا الأمر وتاب قدام الرب تغير الوضع بتاعه من أنه كان تحت الدينونة إلى أنه صار أنه مبرر أمام الله واضح الفكرة واضح الفكرة نقولها عش كده الرب أكد هذه الحقيقة الرب قال إيه شوفوا الرب قال إيه في أرمية 18 طار أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم كدينونة والإهلاك فترجع تلك الأمة زي أهل الناوة الرب كان مقرر أنه أهل الناوة إذا استمروا في خطاياهم هتأتي الدينونة فترجع تلك الأمة التي تكلمت عن شرها فأندم عن الشر بمعنى أندم هنا مش بمعنى أننا يعني أغير لا لا بمعنى أننا أرجع عن الدينونة فأندم عن الشر الذي قصد أن أصنعه بها وده اللي حصل مع أهل الناوة فندم الشر رب تأسف الرب عن هذا الأمر وطر أتكلم عن أمة وعن مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها بها يبقى في مقصته في طبيعته في كماله في صفاته لا يتغير لكن في تعامله مع الإنسان يتغير أنا النهار ده لو إنسان خاطئ إذا استمرت في خطيتي أنا وقع تحت الدينونة لكن أنا مستعد إن أنا أتغير وأتوب عن خطيتي وأرجع إلى الرب الرب يغير الدينونة إلى خير وبركة عشان كده ألتعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم الرب يبرككم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم